صحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي المستمعين وأسعد الله ووقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي في هذا البرنامج مستمعين نفتح أفاق التواصل معكم لاستقبال أرائكم ملاحظاتكم اقتراحاتكم كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام فأهلا ومرحبا بكم في هذه الساعة الإذاعية التي نتمنى أن تكون إن شاء الله مليئة بالمعلومة الطبية التي نصل بها وإياكم إلى نمط الحياة الصحي والسعيد عموما نروح بفريق العمل معنا اليوم في إعداد هذه الحلقة الأخ يوسف سعد وأيضا في التنسيق معنا ميرا لغفلي صبحت الله بالخير طراشلت على الوساب ميرا نزين وعندنا في الأخراج ناصر السليمي وأيضا في تقديم هذه الحلقة معايا دكتورة خلود الصايغ صبحت الله بالخير دكتورة وأيضا دكتورة ميسون الشعالي وقلنا اسمك ناصر أظن يقلنا عموما هذه تحياتي أيضا محددكم أحمود يوسف العلي عموما نشوفي لنا أسمى الجناحي إذا بتطلع معنا موجودة على الهواء معنا أسمى صبحت الله بالخير شخ بارك طيبة صبحت الله بالنور والسرور أخي محمود عليكم على كل المستمعين والأطباء اللي داد موجوديني هنا كمريعين موجودين أم لا؟ يسمعونك بس شوي بدهوا دهين كم لي كم لي أنت أسمع طينا اليوم شو عندنا اليوم على وساطة تواصل اجتماعي بالنسبة لتنطية جايتكس في قنوات تواصل اجتماعي أمس لما تعفوا كان اليوم الأول لجايتكس وفيها تم إطلاق التطبيق هيئة الصحة الرسمي الجديد التطبيق هذا يشمل وائد أشياء ويا بعض الخدمات كلها في مكان واحد وكل فتر الفترة يتم إضافة عليها خدمات فننصح الجميع أنه ينزل اللي عنده ماي تشارت على طب يقدر يدخل الآف يعني ما يحتاج تسوي رجستريشن هذا كله أيضا منظم الأشياء اللي نحك لنا حابينها يوم أمس إن كان البيان الصحي مع صحيفة البيان اللي ماقدر يحصل على النسخة المطبوعة موجودة نسخة أولاين على البيان.ae شربة هلف اليوم مع غالف نيوز معنا عن المنحق الإنجليزي وفي أي مواضيع متجددة ومهمة ونطلع بعد اليوم في حلقة خافة في جايتكس من الساعة 11-20 الساعة 12 لايب على الانستغرام والتويتر وبريسكوب عن التكتات الدماغية فاللي عنده أي سؤال عن تكتات الدماغية يقدر يتواجد معانا يدخل على البيسكوب أو الانستغرام لايب ويسأل الأسئلة اللي يبعها تقريبا هالأشياء اللي حطيناها يوم أمس ونختم بالرسالة الصباحية النجاح ليس فقط في الوصول إلى هدفك ولكنه في مسيرتك لحوى هذا العمل وفي جودة العمل دي قمت به جميل نحن شكري لك هذه الرسالة الصباحية وهذه المعلومات عن وسائل التواصل الاجتماعي أيضا عندكم مسابقة يومية اللي حابي شارك فيها كذلك ممكنكم تابعون التفاصيل على دبي على حسابنا في الانستغرام شكرا جزيلا نسمى الله أخبر طيب سؤال حلقتنا اليوم شو سؤالنا اليوم دكتور خلوت السؤال اليوم هو تطبيق أو بوابة الكترونية تعتبر منصة شاملة لتوفير باقات متنوعة من الخدمات الصحية مع تسهيل كافة الإجراءات المرتبطة بحجوزات الطيران والتأشيرات والإقامة والأنشطة الترفيهية في دبي هل الإجابة تجربة دبي الصحية أو تطبيق المزاد الذكي أو نظام النوافذ القانونية إذن السؤال مرة ثانية على الإجابات على أربعة صفر صفر ستة الإجابة بتكون يعني الإسم الثلاثي مع الإجابة الصحيحة يعني الإسم الثلاثي مع يعني فلان بن فلان بن فلان والإجابة ما يقول لي رقم واحد الخيار الأول أو الخيار الثاني لا يقول لي تجربة دبي الصحية أو المزاد الذكي أو النافذة القانونية حد يكتب لي يعني مثل هذه الإجابات السؤال مرة ثانية بوابة إلكترونية تعتبر منصة شاملة لتوفير باقات متنوعة من الخدمات الصحية مع تسهيل كافة الإجراءات المرتبطة به حجوزات الطيران التأشيرات الإقامة والأنشطة الترفيهية هل هذه البوابة هي تجربة دبي الصحية أم المزاد الذكي أم النافذة القانونية الإجابة على 4006 دكتورة ميسون شوفي يوم واحد متأخر يجلب الستوديو فوق تحت أنزين لكن عموما عندنا وقت سمعتي أنت لا 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 أنا قلت يعني حينه المهم الحقيبة الغذائية لطلاب المدارس فئة المرحلة الابتدائية هذا هو موضوعنا اليوم مع أخصائية التغذية في هيئة الصحة في دبي ثورية تميمي صباح جالله بالخير ثورية أنا صوتك مبواضح بالنسبة لي ما أدري هل أنزين أنزين ثورية بنرجع نتصل فيك أنزين بس حاولي تكونين في مكان فيه إرسال أكبر يعني أو أوضح من هذا الشيء بقرة دراسة مالتنا اليوم ميرو بناخذ فاصل بعدما نرجع لي الأخت ثورية يقول يعمل العلماء الإسبان على ابتكار وسيلة فعالة لتشخيص الإصابة بالسرطان في مراحله الأولى حيث ستكون للماء فيها أهمية كبيرة ووفقا للخبير إيميليو خوسي من معهد الفيزياء البيولوجية فقد تم خلال هذه الدراسة تركيز على اثنين من المتغيرات للمستضدات تي أن تظهر في 90% من حالات تطور السرطان التي تختلف بحمض أميني واحد فقط سيرين أو تريونين 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 هاي تتصرف الماء بشكل مختلف فالمستضد تي أن المرتبط بالثريونين يصبح صلبا بفضل جزيئات الماء في حين يحصل عكس ذلك مع المستضد تي أن المرتبط بالسيرين المهم كوكي نيرو هذا هو اسم خوسي إيميليو خوسي كوكي نيرو اسمه يقول إلى أن هذه الاختلافات لا تلاحظ في دراسات الحالة الغازية ويرى العالم أن هذه الطريقة في متابعة تطور جزيئات تي أن ستساعد في فهم مرحلة تطور السرطان وتحديد الأدوية التي ستكون أكثر فعالية لتشخيصه مبكرا أضاف خوسي أن الصعوبة تكمن في أن المستضد تي أن موجود بصورة طبيعية في الجسم فإذا كان الرد المناعي عليه ضعيفا فإن هذا يعني أن جسم الإنسان لا يستقبله كجسم غريب ولكن إذا زاد تركيزه في الجسم فذلك يعني تطور السرطان شو رأيكم في هذه الدراسة يقول العالم أنه قد تم يعني أن يتوقع العالم أنه قد يتم في المستقبل ابتكار جزيئات اصطناعية غير موجودة في جسم الإنسان ولكن لها نفس بنية مستضد تي أن حينها سيستقبلها الجسم كجسم غريب ويرد بقوة على ظهور الخلايا السرطانية وراء شي جميل إذا هالشي يعني ممكن يتحقق في يوم من الأيام نحن ننتظر الأشياء والابتكارات الجديدة في موضوع السرطان دكتور خلود يعني بالنسبة لرساق يعني نصيحة للوقاية من أمراض السرطان بشكل عام شو اللي تنصحين الناس بالنسبة للماء بشكل عام قلت ما نقدر نشرب ماء ضروري شرب الماء لفوائد كثيرة غير عن السرطان بشكل عام يعني لها فوائد من ناحية الخلايا في الجسم تتغير من ناحية منع الجفاف من ناحية تجديد البسان في الجسم والخلايا يعني فيها ويد ويد فوائد فإحنا نشرب تقريبا في اليوم نصحب لتر ونص ماء على الأقل أو لترين تقريبا لترين من الماء على الأقل عموما نحن نطلع فاصل بعد الفاصل إن شاء الله من استقبل بعد الفقرة التغذية وإيضا عندنا رسالة بتكون إن شاء الله من معرض جايتكس نحاول نتواصل فيها مع الزميل يوسف سعد سؤال حلقتنا اليوم شو يقول يقول تطبيق أو بوابة إلكترونية تعتبر منصة شاملة لتوفير باقات متنوعة من الخدمات الصحية مع تسهيل كافة الإجراءات المرتبطة بحجوزات الطيران والتأشيرات والإقامة والأنشطة الترفيهية هل هي تجربة دبي الصحية أم تطبيق المزاد الذكي أم نظام النوافذ القانونية الإجابة على أربعة صفر صفر ستة نزيل مع الإسم الثلاثي والإجابة والإجابة طيب الفايز شو بيحصل ألف درهم كاش مقدمة من هيئة الصحة باحتفاء بهذا العرس التكنولوجي الذي يقام في هذه الأيام وبمشاركة هيئة الصحة بالعديد من الحلول الإلكترونية المبتكرة فاصل وراجعين صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة سؤال المسابقة من عند السؤال بوابة بوابة الكترونية تعتبر منصة شاملة لتوفير باقات متنوعة من الخدمات الصحية مع تسهيل كافة الإجراءات المرتبطة بحجوزات الطيران تأشيرات الإقامة والأنشطة الترفيهية في دبي تجربة دبي الصحية تطبيق المزاد الذكي نظام النوافذ القانونية الإجابة على 4006 مع الاسم الثلاثي عموما كنا توقفنا في الفاصل الأول مع الأخ ثورية التميم يا خصية التغذية إن شاء الله الصوت حين يكون أوضح أختي ثورية صبحت الله بالخير موضوعنا عن الحقيبة الغذائية لطلاب المدارس في أتى المرحلة الابتدائية تفضلي صبحت الله بالنور وصبح على ضاقم الأمل في نور الضبي وصبح أيضا على زميلاتي في تساطرة صباح الخير حموتي صباح النور طبعا تعتبر مبادرة الحقيبة الغذائية من أهم مبادرات إدارة التغذية السريرية بهيئة الصحة في دبي والتي تغطي جميع مدارس دبي تقريبا تهدف هذه المبادرة إلى توعية الطلاب وحتهم على اتباع أنماط حياة صحية عبر التغذية السليمة وأهمية الحقيبة الغذائية في المحافظة على صحة الطالب وأيضا تشيق الطلاب على أخذ الحقيبة الغذائية إلى المدرسة لضمان تناول وجبات صحية متوازنة خلنا نطلق بشكل سريع على وجبة الأفضار طبعا هذه الوجبة الأفضار هي الانطلاق الأساسي اليوم لا يحصل بالدراسة والنشاط وهي وجبة لفترة طويلة من الصيام التي في فترة النوم يستنفق فيها الجسم مخزون من الطاقة المدخرة مما يؤدي لتعرض الجسم في صباح إلى عراض الهبوط أو انخفاض في البكاء عشان تياز يجب الحرص على تناول وجبة الأفضار قبل الذهاب إلى المدرسة لأنها وجبة الأفضار تذوذ الجسم في الاحتياجات اليومية من العاصر الغذائية في الفروتينات والترغوهيدرات والفيتامينات والمعادن والماء وأهمالها طبعا يؤدي إلى انخفاض حيوية الطالب ونشاط وإصابة بالثمول وهبوط قدرات ترجمة معايير ومواصفات للحقيبة البدائية من ناحية سلامة الغذاء وحفظه سيجد اختيار الحقيبة لا تجودة عالية وخصصة لحفظ الأطعمة الباردة والساخنة بحيث تحفظ على الطعام لأقوال فترة ممكنة سواء كانت حقيبة مصنوعة من الفلاستيك أو القماش أو المعدن محكمة القفل لا تسرب الأطعمة خفيفة الحمل وكيفة الفتش والإغلاق بالنسبة للصالب الصغيرة مناسبة لحجم الوجبات أو المعدن البدائية حيث تكون مقسمة من الداخل نقدر نوزع فيها أنواع مختلفة من الطعام أو حقيبة تحتوي على علب طعام مختلفة وهذه أهم نقطة التي أحب أذكرها هي مناسبة لحالة الطفل الصحي سواء كان مصابي أمراض مزمنة أو أمراض أخرى أو لديه حساسية لأين من الأطعمة وهنا تكمن أيضا نقطة مهمة في مشاركة الطفل في اختيار الحقيبة الغذائية يعني يصير هو يشتري الحقيبة الغذائية ويختارها كشخصية كرتونية أو كلون يجدد طبعا كيف لنا نعرف أن الأطفال يهمهم أول شيء أول ما تقع عيناهم على الشكل أو المون وعشان طفلي يقتنق بالحقيبة أول شيء أكون أنا قدوة من القدوة يكون الأب الأم الأخ الأخ وآخر شيء يكونون الأصدقاء سواء الأب العام اللي يقدر يأخذ اللانش بوكس معه الأم العاملة الأخ اللي في الجامعة الأخ اللي في أي مرحلة من المراحل الدراسة نعم ثاني شيء نعم ولا لا نعم نعم ثاني شيء لازم أشرح للطفل لماذا نأكل أنا ما يدف أحط بالأكل وأقول لكل تركبت امرض كل ترى بيسوي فيك شيء لا أنا أشجع حق الأولاد كل بتسوي عضلات أي ترى هذا هو كل الخبز عشان القبز يحتوي على الكربوهيدرات اللي تحتوي على تغذية خلايا المقود الثالي بتفسر أكثر بتجاوب أكثر مثل البروتينات تطوي العضلات نعم شرب الحليب بيعضيك الكالسيوم يلميك وتطول الزيادة وما إلى ذلك طيب ثرية اختصاراً للموضوع شو ممكن أن نوجه نصيحة لأولياء الأمور والمسلمعين طبعاً أول شيء مشاركتهم لازم يكون الطفل يشارك به تحضير هذه الوجبة تحضير هذه الوجبة الصحية تحضير هذا عن طريق أدوات تقطيع مثلاً يشتريها يكون فيها يكون فيها أوردي مثلاً أدوات تقطيع على شكل حيوانات على شكل أشكال وما إلى ذلك الشيء الثاني أن أسأله مثلاً إذا أردت نوع أو نوعين من الخضاء نوع أو نوعين نقولهم نا أقولهم نوع أو نوعين ونضحط لهم كل الألواء مثلاً ثرية موضوع يستاهل فترة طويلة أنا أعطيت إياها لكن أنا عندي ضيق الوقت في البرنامج فسامحيني لازم نستضيفت عندنا في السوديو تحثينا بالتفصيل عن هذا الوضوع ليش لا ثرية أقول بش قصة تقول جملة وحدة تفضل مشاركة الطفل في السيارات الغذائية هي الطريقة المثلة للتأثير على سلوكيات وتعليلها شكراً جزيلاً شكراً عن نصيحة شكراً ترية ميمة خصائية التغذية فيهاية الصحة بدبي نحن نتوجه الآن إلى معرض جايتكس مع الزميل يوسف سعد ولكن قبل ذلك دكتورة خلينا نذكر بسؤال الحلقة اليوم ومع أرقام التواصل بوابة إلكترونية تعتبر منصة شاملة لتوفير باقات متنوعة من الخدمات الصحية مع تسهيل كافة الإجراءات المرتبطة بحجزات الطيران والتأشيرات والإقامة والأنشطة التغفيهية في دبي هل هي تجربة دبي الصحية تطبيق المزاد الذكي نظام النوافذ القانونية نحذف إجابة؟ نحذف ساعدهم أشوائيها ساعدهم شو بتحذفين؟ النوافذ القانونية إذن هل هي تجربة دبي الصحية ولا المزاد الذكي على أربعة صفر صفر ستة مع الإسم الثلاثي يوسف صباح كلا بالخير يا أهلا يوسف خبرنا اليوم رسالتك على السريع بالنسبة لي تواجدك في معرض جايتكس صباح الخير محمود صباح الخير أعزائي السبعين ومتابعي برنامج صحة وسعادة محمود اليوم الثاني على التوالي تشهد منصة هيئة الصحة في دبي اضحاما أو اقبال شديد من قبل الزائرين والمشاركين في معرض جايتكس من داخل الدولة والزائرين ومن خارجها اليوم محمود هيئة الصحة في دبي بتتعرض المزاج الإلكتروني وبتتعرض برنامج حطانة داخل منصة حكومة دبي الزكية مشاركة دين منصة الخاصة داخل منصة الحكومة جميل جميل جدا يوسف معايا ولا معاك محمود طيب خبرني عن هذه المشاركة داخل المنصة الدكية فيه كمان محمود فيه نقطة مهمة أشير ليها أنه إحنا بمناسبة سؤال بتاعك للجمهور المتابعين هاي الصحة في دبي تستعرض تقربتها في استياحة الصحية داخل نفس المنصة منصة دبي الذكية معنا معايا معاك تفاضل يوسف معاك محمود يعني أنت أبدا ما غششت مونة لا معاك مونة راشد محمود هلا هتحكي لنا عن آه هتحكي لنا عن آه ماذا تطرحوا وماذا تقدموا هاي الصحة في دبي في هذه المنصة تفاضلي يا مونة صبح جل بالخير مونة 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 طيب أنا ما أدري الظاهر يمكن آه الارسال يمكن عندهم هناك ضحيف ولا ما توصل الرمس على السريع لكن عموما نحن شاكرين لك أخي يوسف آه سعد زميننا في آه في هيئة الصحة في دبي وكان يعني يحاول يوصل لنا الرسالة الخاصة بالمنصة المشاركة في معرض جايتكس 2018 سؤال حلقتنا اليوم من هو يعيد للسؤال منصة ألكترونية قوليها بشغف يعني دكتورة السؤال حلقها في ألف درهم أوكي بوابة إلكترونية تعتبر منصة شاملة لتوفير باقات متنوعة من الخدمات الصحية مع تسهيل كافة الإجراءات المرتبطة بحجوزات الطيران والتأشيرات والإقامة والأنشطة الترفيهية في دبي تجربة دبي الصحية تطبيق المزاة الذكية أنزي الإجابة على 4-0-6 حد هنا مطرش ميسيج قدامت متاخر الريوق عليك حاضرين أنزي عموما الإجابة على 4-0-6 مع اسم الثلاثي منطلع فاصل مستمعين بعد الفاصل واحد كاتبيني الجواب هيئة الصحة بدبي شكرا شو أقول لك خيارين يا تجربة دبي الصحية يا المزاد الذكي شو هو ما أدري حد قال هيئة الصحة يمكن البارح أنا أعطينا خيار غلط بعد ما أدري عموما الإجابات فقط على 4-0-6 متابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مسابقة خاصة ثانية على وسائل التواصل الاجتماعي بتشوفونا على DHA أندرسكور دبي تابعوا الحساب هذا وبتحصلون بعد فيه مسابقات وفيه تغطية كافية شافية وافية لمشاركتنا في جايتكس 2018 فاصل وراجعين صحة وسعادة حياكم الله مستمعين نرحب فيكم مرة ثانية إذاعة نور دبي برنامج صحة وسعادة برنامج الصحي لتقدمه هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي بالعلام أرغام التواصل معنا على 6-00-55 55-14-14-14 والمسيجات على 4-00-6 طيب شو سواء حلقتنا اليوم بوابة الكترونية تعتبر منصة شاملة لتوفير باقات متنوعة من الخدمات الصحية مع تسهيل كافة الإجراءات المرتبطة بحجوزات الطيران والتأشيرات والإقامة والأنشطة الترفيهية في دبي الجواب تجربة دبي الصحية أم تطبيق المزاد الذكي المسيج على 4-00-6 الجائزة ألف درهم شارك ويانا مع الإسم الثلاثي والإجابة وأسأل من هذا السؤال ما فيه العيدة لا بس عاد الحين تشوفوا بخبركم عندنا تقريبا 13 دقيقة نستلم فيها الإجابات بعدها منوقف صح هذا الكلام ميرا صح ديقول لي انزيل عموما نحن ما زلنا في أجواج وهذا العرس التكنولوجي الضخم اللي نحتفي به سنويا وهيئة الصحة بدبي لها العديد من الإنجازات في هذا المجال نحن معانا في الستوديو انضمت لنا الاستاذ أماني الجسمي مدير إدارة تقنية المعلومات في هيئة الصحة بدبي بتكلمنا عن مشاركة هيئة الصحة يعني بالتفصيل اللي تطرح في المعرض شو هي التوجهات والتحولات التقنية الذكية اللي تشهدها هيئة الصحة خلال الأيام القادمة صبحت الله بالخير أماني صباحين والهلا مرحبا خبرين عن مشاركة هيئة الصحة في جايتك 2018 مشاركتنا هالسنة يعني كان تركيز على الخدمات اللي نقدمها للعملاء أكثر يعني بعد النجاح انطلقتنا مشروع سلامة وهي تعتبر البنية التحتية الأساسية لأنظمتنا اللي هي نظام الملف الإلكتروني الموحد أطلقنا طبعاً وتشرفنا بحضور شيخ حمدان بن راشد بارحة بتطبيق دي اتش اي اللي هو التطبيق الموحد لخدمات هيئة صحة بتبي طبعاً هالتطبيق يعتبر تطبيق شامل من خلال المتعامل سواء كان مستثمر يعني صاحب منشأة طبيب أو أو مريض أن يستخدمه أو حتى من المقيمين فأطلقنا في المرحلة الأولى أطلقنا ثلاث أشياء مهمة اللي هي بوابة المريض يعني البيانات المرضى اللي هي من خلالها ممكن يشوفون ملفهم الصحي مواعيدهم أدويتهم نتائج المخبرية وغير ذلك وأيضاً من خلال هذا التطبيق في خدمة سالم لمتابعة طلبات اللياقة الصحية للأخوة المقيمين وأيضاً أطلقنا من ضمن الخدمات خدمة دمي للمتبرعين من خلالها ممكن يسجل للتبرع وبأضافة إلى خدمات ثانية وهذا بيكون عندنا البنية الأساسية لجميع الخدمات وإن شاء الله بنترح كل كم شهر خدمات يديدة طبعاً هذا كان أهم حدث بالناس بالنا وأحنا أطلقنا يعني نعرض خدمات أخرى أو أنظمة أخرى من أهم الأنظمة النظام حصانة وهو نظام للمراقبة الأمراض المتفشية وهذا بيكون استخدام العام والخاص يعني المدارس الخاصة المستشفيات الخاصة والمدارس الحكومية والمستشفيات الحكومية يكون نظام متكامل في جميع التحصينات لسكان أم مارت بعد أطلقنا يعني طبعاً نحن أطلقنا سنة لطافة نظام سلامة هالسنة بينا أهم خصائص نظام سلامة وكان فيها من أجراءات التحسينية اللي قمنا فيها أنه استخدمنا تقنية الإنترنت للأشياء فيها ربط أنظمتنا الطبية بالنظام السلامة يعني الأجهزة الطبية مثل الأجهزة الموجودة في غرف الإنعاش أجهزة الخاصة بالغسيلة الكلة وأجهزة هاي اللي فيها دائماً القراءات معينة سابقاً كانت القراءات الطبيب يدخل منولي في النظام حين أوتوماتيكياً يدخل طبعاً عن طريق استخدام التقنية الإنترنت فهذه التحسينات اللي قمنا عليها كان فيها حتى تستخدمون فيها الذكاء الاصطناعي موضوع النظام نفس النذكي في عملية اختيار اختيار المعاملة الإلكترونية نفسها بالنسبة للذكاء الاصطناعي احنا بالتحاون مع الحكومة الذكية اطلقنا اليوس كيس اللي هي مبادرة للذكاء الاصطناعي لنظام الترخيص وهي يكون عبارة عن نظام لتسهيل عملية الترخيص ويكون فيها يعني بدل ما المتعامل يدخل كل شيء مانوالي النظام ممكن بطريقة سهلة يساعد المتعامل في النهاء اجراءاته وطبعا ايضا عرضنا كيس البلوكتشين مع الحكومة الذكية هني انا بغير يسأل الدكات تعرفو شو البلوكتشين ولا لا عارف عارف البلوكتشين لو نشرح للمستمعين شو يعني البلوكتشين لانه مصطلح جديد بالنسبة لمعظم الجمهور وايضا من الاهمية بمكان انه نحن نعرف شو يعني البلوكتشين بلوكتشين بالاختصار هو تسهيل عملية الترابط بين اكثر من جهة فبيكون عملية تبادل المعلومات مثل بلوكتش يعني يكون تبادل المعلومات بطريقة سهلة يعني مثلا على سبيل المثال احنا عنا كيس البلوكتشين بيننا وبين المنطقة المدينة الطبية في نظام الترخيص يعني مثلا عنا طبيب او ممرض يترخص عنا ممكن نفس الطبيب يتحول يطلع من عنا من جهات في حيات الصحاية فبدل ما يكون يطلب الترخيص مرة ثانية فبيكون نظامنا متكامل مع نظامهم يعني يكون المعلومات والبيانات والمستندات متداولة خلال هذا جميل يعني احنا في مرحلة الاولى عنا مع مدينة الطبية ان شاء الله باتر بيكون توقيع تفاقية معهم وبعدين بيكون مع حياتة بوظبي والوزارة يعني هل من اشياء التقنيات او المبادرات اللي اطلقناها هالسنة جميل انا بستميحكم عذرا اني انا بغي اسهل على المستمعين لمعظم الاجابات اللي يتنع على السؤال الحلقة اللي يقول بواب الالكترونية تعتبر منصة شاملة لتوفير باقات متنوعة من الخدمات الصحية مع تسهيل كافة الاجراءات المرتبطة بيحجوزات الطيران تأشيرات الاقامة الانشطة الترفيهية هذه البوابة شو سمها تجربة دبي الصحية ولا المزاد الدكي ابغي عرف شو خاص المزاد الدكي بهذا الكلام اللي انا قلت خدمات صحية خدمات الصحية وحد المشكلة الاجابات يعني يعني ممكن نغشش ما حين نقول شو المزاد ما نتكلم عنه ما نتكلم عن المزاد الدكي بس يا جماعة ترخير في الاجابات محدودة لان النظام يختار الاجابة نحن ندخل مثلا الاجابة اما المزاد الدكي فيختار لنا النظام لاجابات الصحيحة او تجربة دبي الصحية اكتبوا لي تجربة دبي الصحية مع الاسم الثلاثي او المزاد الدكي مع الاسم الثلاثي اكثر عن شي شو المزاد الدكي المزاد الدكي يعني من الاسم مزاد احنا في هيئة صحة دبي طبعا احنا نستخدم كثير من من الاجهزة الطبية او المعدات طبعا لها دبريشيشن يعني فترة معينة ممكن نستخدمها بعدين ممكن المستعملة نبيعها المزاد الذكي يستخدم من هذا الشيء جميل أو ممكن إذا نأجر مساحات مثلا في مستشفيات للتأجير فهي نزلها كمزاد يعني المعاملات الحكومية الإدارية الإدارية التي تطرح بهذا الموضوع نحن شو كان الخيار الثالث مالنا؟ حضرنا نظامنا وعافظ القانونية نعافظ القانونية نعافظ القانونية نظام داخلي طبعا هو نظام لأتمتد جميع إجراءات جميع إجراءات إدارة الشؤون القانونية من بدء يعني الكيس منيجمنت كامل من بدء المعاملة للإنتهاء منها كلها يكون إدارة شؤون المتعاملين يستخدمونها يعني يكون إدارة بلا ورقية جميل بلا ورق إدارة من غير ورق والمعاملة تتم والنظام أصلا يذكرك كذلك وفيها كي بي آيز وفيها مؤشرات أداء وفيها مثل تذكير يعني نظام متكامل كل الخدمات القانونية التي تقدم ضمن هذا النظام تدخل في السيستم يذكرك السيستم دائما فيهن إذا ما تم تم الانتهاء من المعاملة أيضا ما أدري صحيح إذا نغلطان حتى الموظف نفس اللي عند المعاملة ما تحول أي ألارم عنده طبعا يوصل عند اللي مقدم الطلب ويوصل عند مدير الإدارة نفسه عشان شي فيها مؤشرات أداء مؤشرات أداء لتقييم الموظفين حتى على أساسه جميل جميل تابعون تسيرين سؤال؟ هناك سؤال بس عن الذكاء الاصطناعي والتشخيص يعني حين في العالم يستعملون في التشخيص يعني ويد يكون دقيق بعد فوين نحن؟ شوفي النظام سلامة فيه capability اللي هي يسمونه cognitive يعني أن يساعد الطبيب في أخذ بعض القرارات على سبيل المثال إذا دخل مثلا الطبيب دوء معين وهذا الدوء يكون له أثر سلبي على المريض يعني فيها مثل عند فهي يعطي لكن يعني مصطلح الذكاء الصناعي واسع هل هي كوغنية هل هو ماشين لرنين ففي كذا كذا جانب بالنسبة للمشين لرنين طبعا أنا ما يعني إحنا عنا مبادرات إن شاء الله بنطلقها في وقتها ما توت يعني لا يعني وقتها شغالي البارحة أطلقته شي تطبيق هياة الصحة اسمه دي اتش موجود في أندرويد وفي شو هذا التطبيق شامل كل التطبيقات اللي كانت موجودة قبل صح إحنا يعني مثلا بعض التطبيقات بدأنا يعني سنسيت نسوي لها يعني هذا كان توجه طبعا توجه صاحب السمو الشق حمدان إن نسهل تجربة المتعامل تسهيل تجربة المتعامل إن النقل للتطبيقات يعني كل الدوائر مثلا كان عندهم كثير من التطبيقات كلهم متوجهين لحصرة لتطبيق واحد إحنا بدأنا مثلا نظام اللياقة الصحية في التطبيق نظام إن شاء الله نظام التراخص بيكون في نفس التطبيق نطلق إن شاء الله على شهر نوفمبر نظام العلاج في الخارج بيكون في نفس التطبيق مثلا نظام كان عندنا تطبيق سمونا دمي فحين خلاص بي سنسيت وطفلي طفلي وحياتي شوية لأنهم مو بلازم يكونون عملاءنا عملاءنا هذا يعني للعام للعام حتى أي حد ممكن في أي مكان في العالم فهي يعني ارتقينا في هالمرحلة نخليهم لأنه أكثر شيء معلوماتية خدمية أكثر شيء لتسهيل تجربة الحامل ولتسهيل تجربة المريض السكري أو مريض الضغط أن يتعامل مع مرضه جميل جدا جميل صراحة ناخد شوية تفاصيل عن طفلي وحياتي خلينا بس نذكرهم عن الموضوع هذا أول شيء ما نبتدي بطفلي طفلي طبعا مثل ما أنا قل عبارة عن تطبيق لمرافقة المرأة الحامل من بداية تحملها حتى قبل يوم تفكر يوم تفكر يوم تفكر وتكون هال تطبيق مشارك بين الأهل والمرأة الحامل فيها معلومات فيها إذا كانت المرأة من مرضانا أو من المراجعين عملائنا فيها طبعا كثير من ملفة يعني ممكن تدخل وتشوف ملفات طبي الأشعة الصور كل شيء أهي وبس فيها كثير من يعني يعني تجربة يعني تجربة حلوة حتى ممكن من خلال التطبيق تحط الصور تحط الهيستوري كامل وتسوي مع بعض اللي هي الأجهزة الشي سمونا بالعربي الذكية اللي هي تدونها مثل فتبت اللي هي ساعات الفتبت يعني ملبوسة خليني بس بفسرها هذي في مخي ليما حين حصلت ترجمة سليمة لها بس طفلي بعد بس سامحيني لأن بنهي استقبال الإجابات على السؤال اليوم سؤال اليوم كان يقول بوابة إلكترونية تعتبر منصة شاملة لتوفير باقات متنوعة من الخدمات الصحية مع تسهيل كافة الإجراءات المرتبطة بحجوزات الطيران التأشيرات الإقامة والأنشطة الترفيهية هي بوابة تجربة دبي الصحية تجربة دبي الصحية لأننا نتحدث عن هذه التجربة الصحية التي تتناول السياحة الصحية السياحة العلاجية في إمارة دبي صحكم بزيارتها هذه إجابتنا منوقف استقبال الإجابات وإليما يختار لنا السيستم الفائز زين إليما يختار لنا السيستم الفائز تفضلي دكتور رميسون وختماني سامحوني قاطعتكم لا لا عادي بس حبيت أقول طفلي بعد يطرش مثل مسجات اللي هي التعليمية التثقيفية حق الأمهات بحيث أنهم يتقون أي مشاكل ممكن تصير لهم طيب طفلي حياتي حياتي طبعاً نحن التركيز كانت أول ما أطلقنا على مرضى سكري لأن نسبة المرضى السكري يعني عالية في المارات فهو عبارة عن في البداية يحدد البروفايل هل هو من أي فأم في الأولى ثانية ثالثة وبيكون فيه مثل مثل كيف يتعامل مع مرضى فيها مواد تثقيفية فيها ملف الطبي فيها تذكير بالأدوية فيها حتى يعني communication مع مع هيئة الصحة ففيها يعني بعد فيها وربل ديفايس يعني اللي هي أو اللي هي مثلاً أجهزة ذكية مساعدة هاي اللي يلبسونها مثلاً طبعاً عنا عنا integration أو ربط مع مع جهاز لفحص السكري فممكن المريض يفحص يأخذ القراءات ويدخل على طول في النظام يكون فيه مثل بروفايل كامل يعني هو يتحكم في البروفايل جميل أنا أعلن اسم الفايز معانا أو الفايزة معانا اللي جاوبة تجربة دبي الصحية موزة سالم سعيد ألف مبروك موزة سالم سعيد فازت معانا بالدرهم مبروك موزة مبروك اليوم وأمش نساء اللي يفوزون زين يعني زين البيزات يعني على الأقل وفرنا شوي على الريال طيب عن المشاركة بشكل عام عندي في أقل من ديكتين السادة أماني شو تبغين تقولين وهذه دعوة بعد أن أوجهها لأعزان المستمعين بزيارة المنصة طبعا أنا أدعو جميع الزائرين زيارة منصتنا وزيارة منصة الحكومة الذكية لأنه في خدمات نحن نعرضها هناك بالنظام حصانة والمزاد الذكي والتجربة البلوكتين فأتمنى أن يزورونا وأتمنى أن كل حد ينزل دي اتشي عاب ويجربه وإذا عنده أي تعليق أو أي ملاحظات تحسينية يطرش لنا أو إذا ممكن يزورنا ويخبرنا بالملاحظات وهي دي اتش اي من دبي هلثة تورتي دي اتش اي بس دي اتش اي وتطلعوا نزيل والتطبيقات القديمة يعني عادي لو يحذفها حاليا يحذف دمي يحذف دمي هذا بيكون بدل دمي نزيل خدمة دمي موجودة طيب نحن شاكرين لك السادة أماني الجسمي مدير إدارة تقنية المعلومات في هيئة الصحبة دبي موفقين نسامحون يعاد اليوم أعطيتكم فرصة أنكم أنتو تعطونا بعض المعلومات بعض الأشياء ولكن لأن الحلقة كانت سريعة فسامحون إن شاء الله باتر ناخذ فرصة أكبر في الحديث معاكم دكتورة خلود الصايغ شكرا جزيلا لك شكرا لك دكتورة خلود خصائي طب الأسرة وشكرا لك دكتورة ميسون الشعال استشاري طب صحة العامة طب المجتمع صحة عامة نفس الشيء شكرا لك ميرا لخفلي كانت معنا في التنسيق هذه تحياتي محدثكم حمود يوسف العلي شكرا لك ناصر السليمي وكل الشكر لمعد حلقتنا اليوم الأخ يوسف سعد ما أدريش السوء عليه يوسف سعد في المثمان لكن عموما شكرا لكم مستمعين وحتى نلقاكم في الغد نقول لكم حتى ذلك الوقت دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي